اشتركوا في القناة واكد جلالته ان مملكة البحرين تفتخر بانها دائما ملتقى الاديان والحضارات ومركزا للتواصل والتسامح منذ عصور طويلة كما انها تحتضن الجميع دون تبييز وستبقى باذن الله نموذجا للتعايش والمحبة بين مختلف الاديان والمذاهب على هذه الارض الطيبة منوها جلالته الى ان شعب البحرين وعبر تاريخه العريق يتميز بروح التسامح والمحبة والترحيب بجميع اهل الديانات الاخرى انطلاقا من وعيه وتحضره وايمانه بالمبادئ الانسانية وتواصله مع الجميع واستعرض جلالة الملك المفدى مع المطران كاميلو القضايا والمسائل التي تسهم في نشر ثقافة الحوار والتسامح الديني بين اتباع الاديان السماوية والتزام نهج الوساطية والاعتدال ونبذ التطرف مشيرا العاهل المفدى في هذا الجانب الى المبادرات الرائدة لمملكة البحرين في استضافة المؤتمرات والملتقيات التي تسهم في ترسيخ وتعزيز ثقافة التقارب والحوار والعيش المشترك بين الديانات وضمان الحريات الدينية وقد عرب المطران كاميلو بلين عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة على ما يحظى به اتباع الديانة المسيحية في مملكة البحرين من تقدير ورعاية واهتمام وقال انه بفضل قيادة جلالة الملك المفدى فان مملكة البحرين تحتضن الجميع دون تمييز في مجتمع متكاتف ومتحاب ترجمة نانسي قنقر